مدينة وليلي تقع مدينة وليلي في المغرب وتمتد على حدودها بالقرب من جبل زهون وتحدها من الغرب مدينة فاس التي تبعد عنها ما يقارب 60 كيلو متر كما أنها قريبة من مدينة مكناس بحوالي 30 كيلو متر وتبعد عن مدينة مولي إدريس أزرهون بما يقارب 3 كيلو متر ويعود أصل تسميتها بوليلي إلى زهرة شجرة الدفلوي وهناك الكثير من الحضارات التي مرت على هذه المدينة إذ انتشرا فيها الدين الإسلامي وقامت بها الدول الإسلامية كما مرت بها الحضارات الرومانية التي ظلت لفترات طويلة في المنطقة وكان لها تأثير كبير فيها حتى جاءت الدولة الإدريسية وفرضت سيطرتها على البلاد معلومات عن مدينة وليلي تاريخ مدينة وليلي تحتل المدينة مكانة تاريخيات مرموقة حيث يوجد فيها العديد من المواقع الرومانية المهمة في منطقة المغرب العربي وشمال إفريقيا كما أتفق المؤارثون على أن تاريخها يرجع إلى أول قرنين من الميلاد لما تحتويه من آثار رومانية مثل الساحة العمومية وقوس النصر والمحكمة الرومانية القديمة وكانت بداية هذه الحضارة على أيدي الإمبراطورة كاليجولا حيث احتل شمال إفريقيا بعد موتيبة وليمي بن الملك الأمازيغي بثاني بعد ذلك وضعت الدولة الرومانية حجر الأساس لحضارتهم في المنطقة بأكملها تتميز مدينة وليلي باحتوائها على الكثير من تضاريس الطبيعيات مثل الأراضي الخصبة ومصادر المائية وموارد طبيعية وكل هذه العوامل شجعت الرومان على الاهتمام بها بشكل خاص كما تم تصنيفها من الأمم المتحدة الأترابية والثقافة والعلم باعتبارها واحدة من ضمن لائحة التراث العالمي وكان ذلك في سنة 1997 ميلادي المعالم الطاريخيات في مدينة وليلي يعتبر بناء السور الكبير بأبوابه الثمانية من أهم المعالم الطاريخية بالإضافة إلى بعض أبراج المراقبة التي كانت تعد بمثابة حصن منيع ضد أي هجوم استهدف المدينة ويمتد السور على مساحة ما يقارب 2000 مترا وقد استخرق بنائه بين فترة عام 168 ميلادي 169 مع يد الإمبراطورة مارك إوريل إن المعالم الطاريخيات في مدينة وليلي جعلتها بمكانة سياحية كبيرة حيث يأتي إليها السياح من كافة أنحاء العالم ويعتبر قصر كورديانوس من أكبر وأطخم الأماكن في المدينة وقد تم إنشاؤه سنة 283 على أيدي الإمبراطورة كورديانوس الثالث السياحات في مدينة وليلي هناك الكثير من المقاومات السياحية التي تجعل المدينة لها مكانة سياحيات مميزة حيث تتميز بكبر مساحتها وجمال بنائها مثل منزل أو رفي ومنزل أعمال هرقل ومنزل فوينوس ولا يمكن أن ننسى قصر كورديان الذي يعتبر لوحة فنيات مهمة غاية في الجمال بالإضافة إلى المحلات والأسواق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر